خلينا برضو علشان برضو الناس تبقى برضو يعني متابعة طول الوقت إحنا يعني وقت أزمات كورونا كان الاقتصاد المصري بالعكس قدر يقف ويحاول ومثلا كنا بنصدر الموالح أكيد كنا متصدرين عائلة كنا متصدرين للموالح فأعتقد برضو إن إحنا بقى عندنا منظومة بتقيس إحنا نقدر نعمل إيه حتى في أصعب الظروف فكرة الشفافية إزاي إن إحنا نبقى بنعرض لرأي العام بمنطقة صراحة الإيجابيات والتميز اللي إحنا وصلنا له إلتحديات الممكن تكون موجودة سيد رئيس بالأمس يعني الحقيقة كان واضح وصريح يعني في كل الأشياء يعني علشان ما يبقاش حتى المواطن عنده شيء مش مفهوم أو إنه يسمع معلومة تبقى نقصة أيضا كمان يعني سيد يعني رئيس الوزراء كمان كان كمان يعني صريح جدا وهو بيشرح وضع القرى المصرية وإزاي يقدروا يعمله التنمية طيب خلينا أقول إنه أمام أمام الوضع العالمي اللي إحنا موجودين فيه الآن إيه اللي نقدر نجري به إحنا كمصر هل أيضا الشركات المملوكة للدولة نقدر مثلا يتم طرحها للبورسة بعد الشركات ويبقى فيه أسهم فتقدر برضو تقف على رجليها أكتر خلينا نقول إن الاتجاه الخاص بسورة العوائل المالية أو البورسة المصرية يمكن كان تم الإشارة ليه أمس وإذا كانت إشارة مهمة جدا لأن إحنا تابعنا خلال الأيام الماضية إن الحكومة ابتدت إن هي تبيع بعض الحصص في مجموعة من الشركات لمستثمين من جانب الإمارات الشقيقة لكن كان السؤال هو إزاي نحنا نعظم كمان من الاستفادة أكتر من كمان يعني مش إن إحنا نتنازل عن أو إن إحنا نبيع حصص في مجموعة من الشركات واللي كانت بتحقق نجاح عشان ما ندرش إن إحنا ننكر دوت فإزاي إن السيادة الرئيس ابتدى يوجه لا إحنا عاوزين نزود من حجم الاستثمارات الحكومية اللي ممكن تكون موجودة لها المتمثلة في الطرحات الحكومية في سوق الأواء المالية إزاي إن كمان عندها ملف مهم جدا مرتبط به شركات القوات المسلحة إن يتم كمان طرحها في سوق الأواء المالية وده هيبقى مكسب لجميع الأطف بمعنى إن سوق الأواء المالية والبورصة دايماً بيبقى الطرحات الحكومية فيها نوع من أنواع الثقة بيبقى فيها إقبال كبير جدا من جانب الأفراد والمستثمين سوق المحالية أو أجانب وإن حتى الموطن يقدر يلاقي نفسه جانب اقتصادي يقدر يوقف على ديه المبيل وهيبقى كمان مساهم في شركات الحكومية ديت هيقدر إن كمان سوق الأواء المالية بالطرحات ديت هيقدر إنه يحصل فيه نوع من أنواع الانتعاشة كبير جدا الجزء الثاني إن الشركات دي هتستفيد من التمويل وزيادة في رأس المال يقدر إنه يساعدها بعد كده على تطوير أداءها وزيادة الإنتاج بالنسبة لها فبالتالي هي استفادة من جميع الأطراف وفي نفس الوقت نقدر إن احنا نحافظ على الأصول ديت إن كمان قيمتها تبتلي إن هي ترتفع والعائد ده كمان يبقى بيستفيد منه أكبر قدر من المصريين وده الاتجاه المهم جدا يمكن ملف الترحات ده تأجل لفترات طويلة جدا كمان إحنا شفنا يمكن تدعيات كورونا كانت مقصرة بشكل واضح وبعد كده ابتداء نمر طبعا بالأزمة الحالية لكن كان مهم جدا إشارة سيادة الرئيس لسوق الأواء المالية والبرصة لإن ده في حد ذاته بيدي ثقة كمان لكافة المستثمين والمتعاملين في البرصة وفي نفس الوقت بيشجع مستثمين جدد إن هم كمان يدخلوا صحيح يهو ده اللي أنا كنت أحسأل حضرتك عليه بأنه لما يكون رئيس الدولة يتحدث يعني في حديث علمي وعملي في نفس الوقت بالأرقام وبالوضع الاقتصادي أعتقد ده كمان يطمئن أي حد في القطاع الخاص بأنه يمد إيده مع الدولة يعني يبقى حاسس أنه يعني كلنا في مركب واحدة يعني فكرة كمان إن هي زي ما حضرتك قلتي هو الموضوع مرتبط بخطة عمل وجدول زمني إحنا بنتحدث عن خطوات وكمان يمكن شوفنا إزاي الحكومة من اليوم بتدت لا إن هي خلاص بتبتدت نفس هذه القرارات كمان المهم جدا إن إحنا شايفينه متابعينه عملية التنصيق ما بين كافة مؤسسات الدولة بمعنى إن إحنا مش بنتحدث عن جزء من العزلة لا إحنا بنتكلم على قرارات في نوع من أنواع التنصيق واضح جدا ما بين كافة المؤسسات شايفين جدول زمني بتدير نتحرك عليه ملف الطرحات على سبيل المثال كان تم ذكر عدة مرات لكن إحنا دلوقتي شايفين لا إحنا بنتحدث عن نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم على أقصى تقدير شايفين جدول لوضع الطرحات الحكومية شايفين كمان حتى يمكن بالنسبة لمشروعات القطاع الخاصة بنتحدث عن مبالغ تم تخصصها وبالتالي عرض الملفات بجدول زمني بالتفاصيل الخاصة به ده جزء كان مهم جدا بيدي مزيد من الطمأنين صح مزيد من الطمأنين ويشكع كمان شكرا للمشاهدة